موسيقى أرحب بكم من جديد في المساق الأول في الفيزياء العامة وما زلنا في موضوع التحريك الحراري وكنا في المحاضرة الماضية قد ناقشنا بعض الأمور المتعلقة بالغاز المثالي ومعادلة الغاز المثالي والطاقة الداخلية للغاز المثالي وأخيرا تعرضنا إلى الحرارة النوعية المولية للغاز المثالي ونتابع حديثنا في هذه المحاضرة حول الغاز المثالي ومعادلة الغاز المثالي ونكمل حديثنا عن الحرارة النوعية للغاز المثالي وثم ندرس التمدد الغاز المثالي حين يتمدد دون أن يتبادل حرارة مع المحيط الخارجي أي التمدد خلال عملية لا يصاحبها تغير أو امتصاص حرارة وهو التمدد الكظوم للحرارة بعد أن ننهي حديثنا هذا ننتقل إلى موضوع آخر لدراسة مبادئ جديدة ومناقشة مبادئ جديدة في التحولات الديناميكية ونتطرق إلى كميات جديدة نعرفها ونصفها وعلاقتها بالعمليات المختلفة في الطبيعة وهي بشكل خاص الكمية التي نسميها الانتروبيا للأنظمة الطبيعية وثم ندرس علاقة الانتروبيا بالتمدد الحر لغاز مثالي نرى كيف تتغير هذه الكمية الفيزيائية في حالة التمدد الحر للغاز وأخيرا نصل من خلال هذه المناقشات العامة إلى الشكل العام للقانون الثاني في الديناميكا الحرارية ونتابع الآن حديثنا حول معادرة الغاز المثالي والدراسات للغاز المثالي والعمليات الحرارية عليه ونتابع حديثنا حول الغاز المثالي ونعود فنناقش الحرارة النوعية كنا ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الحرارة النوعية للغاز المثالي ونقيسها بالحرارة النوعية لكل مول بدلا من أن نأخذها الحرارة النوعية لكل كيلوغرام لكل وحدة الكتل نأخذها لكل مول والمول هو كمية كما قلنا تقيس كمية المادة في النظام الذي ندرسه والمول من الغاز الذري الذي يتكون من ذرات منفصلة كالغازات الخاملة مثلا المول من الغاز الذري تكون عدد ذراته تساوي عدد أفوغادرو 6.2% مضروبة في 10 قوة 23 ذرة فنتحدث عن الغاز الذري وتحدثنا عن أن لهذا الغاز في العمليات المختلفة الحرارة النوعية تعرف على نوعين أولا الحرارة النوعية التي نقيسها على حجم ثابت حين يكون حجم الغاز ثابت والحرارة النوعية حين يكون ضغط الغاز ثابت سي في و سي بي على الترتيب ونقول هنا في معرض هذا الحديث بعد أن تحدثنا عن سي في و سي بي نقول بأن بشكل عام القاعدة العامة هي أنه للغاز المثالي تكون سي بي أكبر من سي في دائما وأبدا هذه العلاقة صحيحة و عامة و شاملة أن الحرارة النوعية المولية للغاز عند ضغط ثابت هي أكبر من الحرارة النوعية عند حجم ثابت بمعنى إذا أجرينا عمليتين حراريتين إحداهما عند ضغط ثابت و الثانية عند حجم ثابت فتكون الحرارة النوعية للغاز في حالة العملية عند ضغط ثابت التي أجريت على ضغط ثابت تكون الحرارة النوعية المولية للغاز أكبر منها في حالة العملية الحرارية عند حجم ثابت هذه علاقة دائما صحيحة وسنرى لماذا تكون هذه العلاقة صحيحة إن هذه النتيجة هي نتيجة حتمية للقانون الأول في التحريك الحراري حيث ينص القانون الأول أن الحرارة التي يكتسبها النظام خلال تفاعله مع المحيط تساوي التغير في طاقته الداخلية زائد الشغل الذي يبذله على المحيط الخارجي هذه هي الطاقة الحرارية التي يكتسبها هذا من نص القانون الأول في التحريك الديناميكي ونتابع تعريفنا للكمية الحرارية التي يتبادلها النظام مع المحيط الخارجي كما ذكرنا سابقا أن كمية الحرارة تساوي الكتلة مضروبة في الحرارة النوعية مضروبة في الفرق في درجة الحرارة لكن ماذا تساوي الكتلة في الحرارة النوعية؟ الكتلة في الحرارة النوعية نستطيع أن نكتبها على ثلاثة شاكلات إما أن نكتب الكتلة مضروبة في الحرارة النوعية أنها تساوي السع الحرارية C للجسم للنظام كامل الكتلة في الحرارة النوعية أو أن نكتبها الكتلة نعيد تعريفها بشكل آخر أنها الكتلة تساوي عدد المولات N مضروب في كتلة المول الواحد فإذا قلنا الكتلة الكلية للجسم M تساوي عدد مولاته مضروبة في كتلة المول الواحد هذه تكون الكتلة الكلية للجسم الكتلة المولية كتلة المول الواحد هي تساوي بالجرام تساوي كتلته الذرية فعلى سبيل المثال ذكرنا مثالا أن الكربون كتلته الذرية 12 وبالتالي فإن الكتلة المولية للكربون M تساوي 12 جرام الأكسجين على سبيل المثال تساوي 16 وهكذا فإذا بإعادة كتابة الكتلة للنظام على هذا الشكل الكتلة في الحرارة النوعية على أساس أنها تساوي عدد المولات N مضروب في كتلة المول M في الحرارة النوعية لكل وحدة كتلة هذه تعرف على أنها الحرارة النوعية المولية C كما ذكرناها من التعريف مضروبة في دلتا تي إذن هذه هي Q في N في C في دلتا تي هذه هي الحرارة التي يكتسبها أو يفقدها الجسم خلال تفاعله مع المحيط الخارجي وقضية اكتسبها أو يفقدها تؤدي إلى أن دلتا تي تكون موجبة أو سالبة والآن يبقى أن نقول أن هذه C هي الحرارة المولية في هذا التعريف ولكن الحرارة المولية كما ذكرنا يمكن أن تكون CV أو CP يمكن أن تكون على حجم ثابت أن تكون العملية قد أجريت في حجم ثابت أو تكون العملية قد أجريت في ضغط ثابت على ضغط ثابت فما هي السي هنا ما هي هذه الحرارة النوعية في هذه العلاقة Q تساوي N C دلتا تي ما هي سي في هذه العلاقة سي في هذه العلاقة تعتمد على نوع العملية الحرارية التي أجريناها إذا كانت عملية على ضغط ثابت فتكون CP وإذا كانت على حجم ثابت فتكون CV إذا نعود ونرى ونقارن بين هذه العلاقة وما بين القانون الأول في التحريك الحراري فيكون N C دلتا تي تساوي دلتا E إنترنل زائد W بشكل عام الآن الحرارة النوعية عند حجم ثابت نتطرق إلى الحرارة النوعية عند حجم ثابت في العملية التي يكون فيها الحجم ثابت تكون W تساوي صفر W تساوي صفر وبالتالي فإن Q و Q في هذه الحالات تساوي N C V دلتا تي لأننا أجرينا العملية عند حجم ثابت فQ تساوي دلتا E إنترنل وبالتالي بما أن Q تساوي N C V في دلتا تي نستنتج من العلاقة ونذكر أن E إنترنل تساوي ثلاث أنصاف N R دلتا تي دلتا تي تختصر مع دلتا تي و N تختصر مع N ويبقى C V من الطرف الأيمن كما هي جاءت من Q C V تبقى تساوي في الطرف الأيسر عفوا C V من الطرف الأيسر تساوي ثلاث أنصاف R من الطرف الأيمن فثلاث أنصاف R جاء من دلتا E إنترنل و C V جاء من Q وبالتالي من هذه العلاقة نستنتج أن C V للغاز الذري الغاز الذي يتكون من ذرات منفصلة كما في الهيليوم والكريبتون والأرغون كما في الغازات الخاملة أن C V للغاز المثالي الخامل الذي يتكون الأحادي الذرات الغاز أحادي الذرات C V له تساوي ثلاث أنصاف R وإذا ضربنا ثلاث أنصاف في R الكمية المعروفة لR وهو ثابت الغازات الذي عرفناه سابقا فإن هذه الكمية للغاز المثالي الذري أو أحادي الذرة الذي يتكون من ذرات منفصلة C V تساوي 12.5 جول لكل مول كالفين إذن هذه هي C V هذا هو مقدار الحرارة النوعية المولية للغاز المثالي الذري ثلاث أنصاف R C V تساوي ثلاث أنصاف R هذا من العلاقة ما بين شكل Q وما بين دلتا إي انترنال والشغل المبذول من القانون الأول في التحريك الحراري أو الديناميك الحرارية وهذا يعني إذا نظرنا إلى شكل الطاقة الداخلية E internal للغاز ونتذاكر بأن E internal للغاز كما ذكرنا هي تساوي ثلاث أنصاف في N في R في T فإذا عوضنا عن ثلاث أنصاف R إذا وضعنا بدالها C V كما وجدنا هنا في هذه العلاقة فتصبح E internal الطاقة الداخلية للغاز المثالي تساوي N عدد مولاته عدد مولات النظام الذي ندرسه مضروبة في C V الحرارة النوعية المولية على حجم ثابت مضروبة في T في درجة حرارته إذن هذا شكل آخر للطاقة الداخلية للغاز المثالي الذري الأحادي الذرية أن الطاقة الداخلية تساوي N C V T هذه الطاقة الداخلية E internal N C V T بدل من أن نضع الشكل ثلاث أنصاف N R T N C V T الآن يبقى السؤال ما هي أهمية هذا الشكل و لماذا نحتاجه لأن C V تساوي ثلاث أنصاف R فما هي الحاجة لمثل هذا الشكل إن الحاجة متضمنة في النقاش إن الإجابة C V تساوي ثلاث أنصاف R هي إجابة صحيحة للغاز المثالي الذري الذي يتكون جسيماته تتكون من ذرات منفصلة ولا تنطبق هذه الحالة على الغاز الذي يتكون من جزيئات و كل جزيء يتكون من عدد من الذرات المترابطة معا فعلى سبيل المثال C V لا تساوي لا تساوي ثلاث أنصاف في حالة الأكسجين غاز الأكسجين الذي يتكون كل جزء منه من ذرتين لا يساوي ثلاث أنصاف R و إنما C V تأخذ قيما مختلفة إذن C V تأخذ قيما تعتمد على جزيئات الغاز الذي ندرسه و على أشكال الطاقة التي يمكن أن يكتسبها الجزيئ فعلى سبيل المثال بالنسبة للغاز الذري الذي يتكون من ذرات منفصلة كما في الغازات الخاملة فإن الطاقة الوحيدة الحركية التي يمكن أن تمتلكها الذرة ذرة الغاز هي الطاقة الانتقالية نصف M V تربيع فقط نصف M V تربيع لأنها تنتقل بسرعة ما هذه الطاقة الوحيدة التي يمكن أن تمتلكها و هي الطاقة الحركية التي تمتلكها من خلال سرعتها في الفضاء وهي منتقلة و من هنا تأتي C V تساوي ثلاث أنصاف R و نذكر هنا لماذا ثلاث أنصاف؟ لأن الذرة تتحرك في الفضاء الثلاثي الأبعاد تتحرك في البعد X و في البعد Y و في البعد Z كل بعد من الأبعاد الثلاث يعطينا نصف R نصف R فبما أن الذرة تتحرك في الأبعاد الثلاثة إذن C V الكلية في حالة الغاز الذري الذي يتكون من ذرات تعطينا ثلاث أنصاف R هذا في حالة الغاز الذري أما إذا ذكرنا الغاز الذي يتكون من ذرتين مرتبطتين في جزيء واحد كالأكسجين مثلا فلدينا ثلاث أنصاف R لC V ثلاث أنصاف R آتية من الحركة الانتقالية نصف MV تربيع في الأبعاد الثلاث كما في حالة الذرة لكن بالإضافة إلى هذه الطاقة الحركية الانتقالية لمركز الكتلة لدينا حركات أخرى يمكن أن تكتسبها الجزيء الغاز يمكن أن يكتسبها ليحرك الجزيء بشكل آخر فعلى سبيل المثال الحركة الدورانية فمن الممكن أن يبدأ الغاز أن يدور حول محور يمر في مركزه فهذه الحركة الدورانية كل بعد من أبعاد الحركة الدورانية يعطينا نصف R جديدة فبالنسبة للغاز الذي يتكون كالأكسجين من ذرتين فيمكن أن يدور حول محورين متعامدين على الخط الواصل ما بين الذرتين محور X و محور Y إذا سمينا مثلا البعد اللي ما بين الذرتين Z فهذين البعدين الذين يمكن أن يدور حولهما بالنسبة لهما الجزيء الغاز كل بعد من أبعاد الدوران هذه تعطينا نصف R جديدة وبالتالي فإن CV في حالة حينما يكون لدينا جزيء من هذا النوع CV من الممكن أن تكون على درجات حرارة معينة حين يبدأ الغاز بالدوران حول محور فتكون CV تساوي خمس أنصاف R لأنه ثلاث أنصاف قادمة من الحركة الانتقالية نصف MV تربيع في كل بعد من الأبعاد الثلاث ونصفي R نصف R ونصف R كل نصف قادم من الدوران حول محور معين وهكذا فإن CV تختلف باختلاف جزيئات الغاز وباختلاف تركيبها وهذا الغاز الذي يتكون من ذرتين الجزيء الذي يتكون من ذرتين هذا أبسط أنواع الجزيئات لكن هناك جزيئات أكثر تعقيدا كجزيء الماء مثلا الذي يتكون من ذرة هيدروجين ثم ذرة هيدروجين والثنتين مرتبطات بذرة أكسجين أخرى فعمليات الدوران وعمليات الانضغاط وقصر الرابطة وطولها عمليات التذبذب هذه كلها تضيف إلى CV تضيف إلى الحرارة التي يكتسبها الجسم وهذه تجعل CV ذات قيم مختلفة إذن نعود فنذكر ما هي فائدة هذه العلاقة العلاقة السابقة حين قلنا أن E-Internal تساوي ثلاث أنصاف N-R-T هذه علاقة صحيحة فقط للغاز الذري الذي يتكون جسيماته من ذرات منفصلة لكن هذه العلاقة لا تنطبق على الغازات الأخرى على الغازات الجزيئية التي تتكون جسيماتها من جزيئات هذه العلاقة ثلاث أنصاف N-R-T لا تنطبق وإنما العلاقة هذه E-Internal تساوي N-C-V-T هذه العلاقة فهي علاقة عامة علاقة عامة تنطبق على كافة الغازات مهما كان شكل جزيء الغاز كل ما هناك يجب أن نعرف ما هي CV لهذا الغاز إذا كانت ثلاث أنصاف R أو كانت خمس أنصاف R في حالة أنه كان يدور أو كانت سبع أنصاف R على سبيل المثال إذا كان هناك أيضا إذا كانت أبعاد تذبذبية في الجزيئ الواحد فنضيف لكل بعد تذبذبي نضيف أيضا نصف R كل بعد من أبعاد الحركة المحتملة نضيف نصف R إلى CV ومن هنا فإن CV تختلف من جزيئ إلى آخر فإذا استطعنا أن نعرف ما هو شكل الجزيء للغاز فنحدد من شكل الجزيء نستطيع أن نحدد ما هي حرارته النوعية CV ومن تحديد حرارة النوعية نستطيع أن نحسب طاقته الداخلية E-Internal إذن أن أهمية هذه العلاقة E-Internal تساوي N, C, V, T أهميتها أنها تنطبق على كافة الغازات مهما كان شكل الجزيء للغاز ومن هنا سنعتمد هذه العلاقة أو سنأخذ بعين الاعتبار هذه العلاقة ونطبقها باستمرار ومن غاز إلى غاز نضع الكمية المناسبة لCV لأن CV هي التي تختلف من غاز إلى غاز حسب جزيئات الغاز والآن هذا بالنسبة لCV الآن وجدنا أن CV بالنسبة للغاز الذري أو الغاز الذي يتكون جسيماته من ذرات منفصلة وجدنا أن CV له تساوي ثلاث أنصاف R نتابع الحديث عن نفس الغاز الغاز الذري الذي جسيماته تتكون من ذرات منفصلة ونجد CP لهذا الغاز حتى نستطيع أن نقارن ما بين CV و CP ذكرنا أن CP أكبر من CV أكبر بكم هذا ما نريد أن نراه الآن الآن إذن ندرس العملية الثانية وهي العملية الحرارية عند ضغط ثابت في العملية الحرارية عند ضغط ثابت تكون Q من القانون الأول في التحريك الحراري Q تساوي NCP دلتة T لماذا CP؟ لأن العملية الحرارية أجريناها عند ضغط ثابت إذن Q والذي هي NCP دلتة T C في هذه الحالة تكون CP لأن العملية كما ذكرنا على ضغط ثابت هذه الكمية من قانون التحريك الحراري الأول تساوي دلتة E انترنل التغير في الطاقة الداخلية زائد الشغل كما ذكرنا سابقا الآن عندما يكون الضغط ثابتا فإن عندما تجرى العملية على ضغط ثابت فإن الحجم ليس ثابت ويتغير ومع تغير الحجم فإن الغاز يبذل شغلا W والشغل الذي يبذله الغاز عند ضغط ثابت يساوي مقدار الضغط مضروبا في مقدار التغير في الحجم من تعريف الشغل وهذا نستخدم في هذه الإجابة نستخدم الآن معادلة معادلة الغاز المعادلة الحالة للغاز نذكر أن P V P مضروب في V تساوي N R N R في T فإذا أخذنا دلتا للطرف الأيسر ودلتا للطرف الأيمن طبعا P ثابت لا تتغير إذن الدلتا أو التغير يطبق فقط على الحجم في الجهة اليسرى من المعادلة من معادلة الحالة فصير عندنا P دلتا V من معادلة الحالة تساوي N في R في دلتا T إذن من الشق الثاني من المعادلة هذه هو جاي من المعادلة الحالة للغاز المثالي P دلتا V تساوي N R دلتا T الآن نستطيع أن نضع هذه العلاقة في المعادلة السابقة إذا وضعنا هذه العلاقة في المعادلة السابقة ماذا نحصل على ماذا نحصل نحصل على N C P دلتا T هذا من المعادلة الأولى N C P دلتا T يساوي التغير في الطاقة والتغير في الطاقة ماذا يساوي التغير في الطاقة يساوي N C V دلتا T كما هو تعريف E E داخلية N C V دلتا T زائد W اللي هي N R دلتا T الآن نختصر دلتة T و N من كل المعادلة إذا اختصرنا N و دلتة T من كل المعادلة يصبح لدينا CP بالطرف الأيسر يساوي CV زائد R في الطرف الأيمن و بما أن R كمية ثابتة R كمية موجبة ثابتة فهذا يدلنا على أن CP دائما تكون أصغر أكبر من CV دائما CP أكبر من CV و CP تساوي CV زائد R فإذا كان لدينا العلاقة CP تساوي CV زائد R هذه علاقة عامة لكافة الغازات ولكن إذا كان لدينا غاز أحادي الذرة غاز ذري يتكون من ذرات منفصلة فإن CV لهذا الغاز تساوي ثلاث أنصاف R فإذا عوضنا عن CV بثلاث أنصاف R يصبح لدينا CP تساوي ثلاث أنصاف R زائد R وتساوي خمس أنصاف R لكن نذكر الآن أن العلاقة CP تساوي CV زائد R هي علاقة عامة لكافة الغازات ما دمنا لا نعود بمقدار CV لكن إذا أردنا الآن أن نجد قيمة CP يجب أن نعرف قيمة CV و قيمة CV نعرفها إذا عرفنا ما هو الغاز ما هي تركيبة الغاز ما هي تركيبة جزيئات الغاز فلو فرضنا أننا ذكرنا أن الغاز ذري أحادي الذرية تتكون جسيماته من ذرات منفصلة مباشرة نقول أن CV لهذا الغاز الذري هي ثلاث أنصاف R لأنه يتحرك انتقاليا فقط الذرة عبارة عن نقطة هي لا تنكمش ولا تتمدد الذرة والذرة لا تدور حول نفسها و أن دورانها يعطي طاقة صفرية و بالتالي فإن CV لهذا الغاز الذري فقط تساوي ثلاث أنصاف R في هذه الحالة تكون CV تساوي خمس أنصاف R بس في الحالة الذرية فقط إذا كان الغاز مثالي ذري إذن هذه علاقات جزئيا عامة و ثم نطبقها على الغاز الذري فنحصل على إجابة مباشرة على رقم على عدد لكن نذكر أن هذه الأعداد التي نحصل عليها CV تساوي ثلاث أنصاف R و CP تساوي خمس أنصاف R هذه تنطبقت فقط على الغازات الذرية فقط الآن ننتقل إلى موضوع جديد لتمدد الغازات و نتطرق إلى تمدد الكظوم للغاز المثالي التمدد الكظوم للغاز المثالي هو التمدد الذي لا يصاحبه أي تبادل حراري ما بين الغاز و ما بين المحيط و بالتالي فإن التغير في الطاقة الداخلية لهذا الغاز هي تساوي الشغل المبذول فإذا أخذنا عملية حرارية تغيرت الطاقة الداخلية للنظام بمقدار DE فإن النظام يكون قد بذل شغلا مقداره ناقص DW هذا من القانون الأول في التحريك الحراري إذا كانت الطاقة الحرارية تساوي صفر فإن التغير في الطاقة الداخلية للغاز تساوي الشغل المبذول بالسالب بإشارة سالب دلتا E تساوي Q ناقص W إذن في هذه الحالة إذا أخذنا شغلا يقول للصفر إذا تحرك الغاز أو تمدد بكمية ضئيلة جدا فإنه يبذل شغلا إذا تقلص في الواقع إذا تقلص فإن شغله سالب وترتفع درجته الداخلية بمقدار DE إذن هذه العلاقة من القانون الأول في التحريك الحراري والآن نعود عن هذه القيم بما عرفناه نحن عرفنا أن E internal تساوي NCVT إذن DE internal تساوي NCVDT لأنه N وسي ثوابت وهذه بالطرف الأيسر يساوي في الطرف الأيمن ناقص DW و DW هي عبارة عن PDV كما ذكرنا في تعريف الشغل PDV و P نأخذها من معادلة الحالة في الغاز المثالي معادلة الحالة من معادلة الحالة P تساوي NRT على V إذن يصبح لدينا NCVDT تساوي ناقص NRT على V الكل مضروب في DV إذن هذه العلاقة هي تعويض فقط عن المقادير الواردة من القانون الأول في التحريك الحراري أو يمكن أن نعيد ترتيب هذه المعادلة على سبيل المثال بأن نقسم على NCV نقسم كل المعادلة على NCVT نقسم كل المعادلة على NCVT و ننقل الحدين بطرف واحد إلى طرف واحد من المعادلة فتصبح DT على T تساوي R على CV مضروب في DV على V و يساوي صفر إذن DT على T زائد R على CV و الكل مضروب في DV على V يساوي صفر إذن هذه علاقة تفاضلية أو معادلة تفاضلية نستطيع أن نحلها و المعادلة التفاضلية بسيطة لأنه في كل من الحدين الواردين لدينا تغير و لدينا النفس المتغير في كل من الحدين DT على T و DV على V و نذكر بأن التفاضل لديتي على T يساوي لينتي اللغريثم الطبيعي و DV على V التكامل لهذه الكمية يساوي لينتي و الآن بظل عندنا القيمة أو القيمة الثابتة R على CV اللي مضروبة في DV على V نريد أن نعيد كتابتها بشكل آخر لاحظ أن R على CV تساوي نكتبها بدلالة الحرارة النوعية نكتبها بدلالة الحرارة النوعية لاحظ أن R هي عبارة عن CP ناقص CV R تساوي CP ناقص CV فإذا وضعنا بدل R CP ناقص CV نقول أنه تصير الجواب R على CV يساوي CP على CV ناقص 1 و إذا عرفنا النسبة ما بين الحرارة النوعية للغاز على ضغط ثابت إلى الحرارة النوعية على حجم ثابت يعني CP على CV إذا أعطناها تسمية جاما سمينا هذه النسبة جاما بصير R على CV تساوي CP على CV ناقص 1 و تساوي جاما ناقص 1 الجاما جاما هي عبارة عن النسبة ما بين الحرارتين النوعيتين و جاما كما ترون هي نسبة أكبر من 1 باستمرار فعلى سبيل المثال في حالة الغاز الذري في حالة الغاز الذري CP تكون 5 أنصاف R و CV ثلاث أنصاف R وبالتالي جاما تكون تساوي 5 على 3 هذا في حالة الغاز الذري فقط إذن لكن بشكل عام R على CV تساوي جاما ناقص 1 فنعيد كتابة هذا الثابت على هذا الشكل والآن وخاصية اللغارثم نتذكر خاصية اللغارثم أنه حين يكون لدينا Y مضروب في لن X الجواب هو تصير لن X للقوة Y هذا من خواص اللغارثمات ونعيد تذكر المعادلة التفاضلية سابقا لدينا DT على T لما نكاملها تعطينا لن T ولدينا جاما ناقص 1 اللي هي R على CV جاما ناقص 1 هذا مضروب في DV على V لما نكامل DV على V يعطينا لغارثم V إذن يصير عنا جاما ناقص 1 مضروب في لن V تساوي لن V للقوة جاما ناقص 1 هذا من خصائص اللغارثمات وهذه الأمور نضعها كلها معا ونحصل على العلاقة عند إجراء التكامل للمعادلة التفاضلية نحصل على لن T زائد لن V للقوة جاما ناقص 1 يساوي ثابت وإذا جمعنا لن للأول مع لن للثاني يصير لن حاصل الضرب بينهما من خصائص اللغارثمات وتصبح العلاقة النهائية على شكل لن T V للقوة جاما ناقص 1 ويساوي ثابت مقدار ثابت وإذا أخذنا الإكسبونانشل يعني عكس اللغارثم لهذه العلاقة يصير الإكسبونانشل للغارثم هو عبارة عن القيمة T V للقوة جاما ناقص 1 ويساوي لغارثم الإكسبونانشل للثابت هو أيضا ثابت مقدار ثابت مختلف عن الثابت الأول لكنه مقدار ثابت إذن من هنا نستنتج العلاقة النهائية أن T مضروبة في V للقوة جاما ناقص 1 تساوي مقدار ثابت هذه العلاقة علاقة صحيحة للتمدد الكظوم للغاز المثالي تمدد الكظوم للغاز المثالي ومن الممكن أن نعيد كتابة هذه العلاقة بشكل آخر إذا عوضنا عن T من معادلة الحالة للغاز المثالي نتذكر أن P V تساوي N R T أو تساوي ثابت في T معناها T درجة الحرارة T تساوي P في V مضروب في ثابت P في V مضروب في ثابت إذن لو وضعنا بدل T P V في ثابت V في V للقوة جاما ناقص 1 تساوي V للقوة جاما وال P مضروبة في P إذن تعطينا هذه علاقة جديدة وهي P V للقوة جاما يساوي ثابت إذن هذه العلاقة هي العلاقة التي تعطينا هذه العلاقة تعطينا العلاقة ما بين الضغط والحجم للغاز المثالي حين يتمدد تمددا كظوما بمعنى إذا تمدد الغاز المثالي وكان معزولا تماما عن المحيط بمعنى لا يوجد Q يتبادلها مع المحيط فإن العلاقة ما بين حجمه وضغطه تعطى بالعلاقة P V للقوة جاما تساوي مقدار ثابت وإذا استطعنا أن نعرف العلاقة ما بين P و V فنستطيع أن نعرف العلاقة ما بين P و T لأن P و V و T مرتبطتان مرتبطة من خلال معادلة الحالة فإذن بين هذه العلاقة وبين معادلة الحالة نستطيع أن نتعرف على الثلاث متغيرات P V T وعلى علاقتهم مع بعض وقامة طبعا يحددها نوع الغاز كما ذكرنا فإذا كان الغاز أحادي الذرة يتكون جسيماته من ذرة واحدة كما ذكرنا تكون قامة تساوي خمس أثلاث وفي حالات أخرى من الممكن أن يكون سبع أخماس أو تسع أسباع أو ما إلى ذلك معتمدا على نوع الغاز وتركيب الجزيئات للغاز إذن هذه العلاقة هي العلاقة التي تنطبق على التمدد الكظوم للغازات المثالية ويبقى السؤال الآن هل هذه العلاقة PV للقوة جامة تساوي مقدار ثابت هل هذه العلاقة هي علاقة ما بين الحجم وما بين الضغط أو ما بين الحجم ودرجة الحرارة لكافة الغازات في الطبيعة أم تنطبق على على حالات خاصة الإجابة على ذلك أن هذه العلاقة هي علاقة تنطبق فقط على التمدد الكظوم الذي تكون فيه الأنظمة معزولة تماما ولا تتبادل حرارة مع الجو الخارجي لماذا؟ هذا ما فعلناه حين أجرينا الاشتقاق لهذه العلاقة اعتبرنا التمدد الكظوم فقط اعتبرنا أن Q تساوي صفر التبادل الحراري يساوي صفر ما بين النظام وما بين محيطه ويمكن أن نقول ما هي العلاقة في حالات أخرى يمكن أن نجد العلاقة في حالات أخرى بأن نشتق العلاقة حسب العملية الحرارية المجرى لكن يكفي أن نذكر حالة أخرى هنا في هذا المجال وهي حالة حالة التمدد الحر للغاز ذكرنا التمدد الكظوم وأوجدنا العلاقة ما بين P و V و T للتمدد الكظوم لكن ما هي العلاقة التي تنطبق على التمدد الحر ولماذا نذكر التمدد الحر التمدد الحر لأنه تمدد كظوم أيضا فمن الممكن أن يخطر في بال الشخص أن هذه العلاقة أيضا تنطبق على التمدد الحر لأن التمدد الحر يصاحبه Q تساوي صفر لأن النظام معزول في التمدد الحر فيأتي السؤال هل تنطبق هذه العلاقة على التمدد الحر للغاز حيث أن الغاز معزول الإجابة لا ولماذا نعيد النظر في التمدد الحر للغاز التمدد الحر كيف يكون نتصور لدينا حجرتين والحجرتين مفصولتان بفاصل بحاجز ما بينهما الجزء الأول من الحجرة الأولى ممتلئة بالغاز وعلى ضغط معين وعلى درجة حرارة معينة وبحجم معين هو حجم الحجرة لنفرض أن الحجرة الثانية وهي مشابهة تماما للحجرة الأولى أنها مفرغة تماما من الغاز فضغطها يساوي صفر لا يوجد أي غاز فيها مفرغة تماما الآن هذا هو الوضع الابتدائي للغاز أنه يحتل الحجرة الأولى وعلى ضغط معين وبحجم تلك الحجرة وعلى درجة حرارة معينة الآن إذا رفعنا الحاجز ما بين الحجرتين فإن الغاز ينطلق باتجاه ليملأ الفراغ في الحجرة الأخرى ويصبح الحجم الذي يحتله الغاز هو حجم الحجرتين معا وينخفض ضغطه ولكن في خلال هذا التمدد وهو التمدد الحر في خلال هذا التمدد فإن الغاز لا يكتسب حرارة كيو تساوي صفر لماذا؟ لأن الحجر حجرتين الغاز معزولتان تماما عن المحيط الخارجي فلا يوجد أي حرارة مكتسبة في نفس الوقت فإنه لا يوجد شغل يبذله الغاز لماذا؟ لأن الغاز حين يتمدد يتمدد فلا يدفع شيئا أمامه لا يوجد شيء أمامه تمدد وكان فراغ أمامه لم يكن هناك كما في تمدد كما في التمدد في الفضاء أو كما في تبخر الماء على سبيل المثال لأنه في حالة تبخر الماء فإن الماء المتبخر أو بخار الماء يدفع الهواء المحيط به يدفعه إلى الخارج فيبذله شغلا لكن هنا ماذا دفع الغاز حين تمدد في الحجرة الأخرى إنه لم يفعل شيء تمدد إلى منطقة فراغ إذن الشغل يساوي صفر الشغل يساوي صفر وكيو تساوي صفر وبالتالي فإن التغير في الطاقة الداخلية يساوي صفر الطاقة الداخلية بقيت ثابتة بمعنى أن درجة الحرارة بقيت ثابتة إذن هذه هي الحالة التي تنطبق عليها على التمدد الحر للغاز أن درجة الحرارة تبقى ثابتة لا يوجد كيو فالتمدد كظوم صحيح ولكن لا يوجد شغل أيضا لا يوجد شغل لم يبذل شغلا وفي هذه الحالة فإنه في حالة التمدد الحر للغاز تكون الحرارة الابتدائية والحرارة النهائية متساوية لأنه لا يوجد تغير في طاقته الداخلية وكما ذكرنا الطاقة الداخلية تعتمد على درجة الحرارة فقط فإذا كانت درجة حرارة ثابتة فهذا يعني أن طاقته الداخلية ثابتة أو العكس صحيح إذا كانت طاقة الداخلية ثابتة فإن درجة حرارة ثابتة إذا كان هذا الحكي صحيح فنأخذ بعين الاعتبار معادلة المسار معادلة الغاز المثالي المعادلة للغاز المثالي معادلة الحالة للغاز المثالي تنص على أن PV يساوي NRT N ثابتة و R ثابتة و T ثابتة في حالة تمدد الحر للغاز إذن يصبح PV يساوي مقدار ثابت إذن ما هي العلاقة ما بين المتغيرات في الحالة الغاز المثالي في حالة تمدد الغاز المثالي الحر إذن في حالة تمدد الحر للغاز المثالي العلاقة بين المتغيرات الثلاث أن PV تساوي ثابت ويتناسب معناها الحجم تناسبا عكسيا مع الضغط أو العكس يتناسب الضغط تناسبا عكسيا مع الحجم وتبقى درجة الحرارة ثابتة في التمدد الحر للغاز أكتفي عند هذا الحد وأشكركم لحسن إصائكم ونلتقي في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة